من جديد تجتح ايران موجة من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام وآلته الامنية القمعية فالاقتصاد المنهار والحصار الخانق الذي تعيشه البلاد نتيجة العقوبات الامريكية القى بظلاله على الحالة الجماهيرية وزاد من حنقها على السلطة الحاكمة انهيار الاقتصاد ليس وحده الدافع للحراك الشعبي مهرجانات الاعدام المستمرة منذ عهد ثورة الخمين والتي تقام ضد الناشطين والمعارضين سبب اضافي لينادي الشعب باسقاط نظام الخامناء وخصوصا في اقليمي الاحواز العربية وكردستان الذين يعانيان كبقية المدن ولكن بطريقة اقسى ديكتاتورية تسيطر على الحياة العامة في جميع مجالاتها اخر حفلات الاعدام الجماهيري كانت ضد تسعة سياسيين بينهم ستة من الاكراد فاندلعت احتجاجات عاربة في جميع مدن اقليم كردستان ايران اعقبها اضراب عام حيث اغلقت الاسواق وامتنع السكان عن فتح محالهم التجارية ما دفع قوات الامن الى محاولة تعطيل حركة الاضراب بالقوة وذلك بتهديد اصحاب المحال للمغلقة بحرقها واعتقالهم وعلى عكس طريقة النظام الايراني في تصدير ازماته الداخلية خارجيا عن طريق شن حروب بوكالة ميليشيات يدعمها ماليا يصب جام غضبه من ازماته الخارجية المتمثلة في الحصار الامريكي على رؤوس الشعب فمنذ بدء العقوبات الامريكية ازدادت في ايران حملات المداهمة والاعتقال ضد الناشطين والسياسيين كما ارتفعت عمليات الاعدام ضد المعتقلين السابقين ولم يتوقف الامر على هذا النحو بل طال القمع الايراني الاحزاب الكردية المعارضة له في كردستان العراق وذلك ما تمثل بالقصف الذي طال مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض في مدينة كويسنجق شرقي اربيل ما ادى لمقتل واصابة اكثر من اربعين شخصا ولعل في هذا الحدث ما يكشف عن حجم الارتباك الذي يعانيه النظام خامنائي فقام بملاحقة المعارضين حتى في الدول المجاورة